لازم ينطيني على الأقل بالسنة بالموازنة الوحدة على الأقل ينطيك فد 3 مليارات دولار 3 مليارات دولار على الأقل للتسديق فقط لو وي الرواتب لا لا الرواتب هو يمكن بالخمسة مليار هاي رواتب الرواتب واحد بس تجيك الاستثمارية اللي هي تشتري بيها ينطيني 3 مليار على الأقل بالسنة 3 مليار حتى تسوي لك خطة خمسية أو عشرية وكل اللي ببالك يعني هالسنة المفروض بيك عندك ألف دباب المفروض على الأقل لأنه تدري أنت الدبابة يعني يعني الدبابة عنصر أساسي بالمعركة هسنا قبل يقول لك الدبابة ش تسوي بيها هذا الحرب الروسية الأوكرانية دايستخدمونا الدبابة تأتي 72 مالتنا مال بداية المالت مال الحرب العراقية لكن هسنا هذا بالقضية أكو قضية أخرى يعني سيادة البلد بالدفاع الجوي صح يعني أنت الآن عندك منظومة باتريوت هاي الأس 400 لا 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 ما عندي عدنا صواريخ يسموها قصيرة المدى ومدافع أيضا هم نوع قديم عدنا مدفع 23 ملم وعدنا مدفع 57 هام مال القديم وهاي بس إحنا هسه أيضا عدنا مشروع مع فرنسا أريد أن نجيب صاروخ مدى 150 أكو شركة اسمها MBDA هم عدنا وياهم هسه مشروع إن شاء الله كذا رادارات مثلا رادارات احنا ما عدنا ولا رادار شنو هذا البلد عايش بالقدرة ما عدنا رادارات ما عدنا منظومة الدفاع الجوي هسه نحن يعني هسه نحن يجي طب ثاني يوم يلقينا ما قلت لك هي يعني هاي الحقيقة مع الوزير راح أقول لك الشغل أجيك النوب حتى أقرب لك بعد 2003 يعني الضباط اللي مستمرين بالخدمة من كبار الضباط من الخطة الأول اللي رجعوا بعدد الأصابع فقط اثنين ثلاثة أربعة مو أكثر يعني من ضمنهم حتى تكون منصف عبود قنبر كان الضباط اللي مستمرين بالخدمة ورجع لواء ركون كان أصلي يعني بذاك الوقت البقية رجعوا المستوى الثالث حتى مو الثاني يعني الضباط حتى الموجودين الحالين كلهم اللي قياديين كان أكبر واحد بهم عقيد ركون مشتغل آمر فوج أو مقدم لواء فمن رجعوهم هذا ما يقدر يخطط مثل ما يخطط الضابط يعني هسه هم مثل لهم رجعين ضباط كبار عوف صدام يعني احنا الجيش هامو جيش صدام جيش العراق هذا صدام رئيس يشتغل فترة من كذا إلى كذا وصغل هذا الجيش جيش العراق المفروض كان الضباط يعني طبعا وجهة نظرة شخصية كبار الضباط أرجعهم يقدر يبني يعرف شون يبني تدري هو مولعب أنت تبني تبني جيشه أو تبني قدراته يعني شان جابه من الشارع ليش معتكم قيادة عامة للقوات المسلحة هي هذه ليست ضرورة القيادة عامة هي نهج نهج يعني يكون دول عندها يعني هذه قيادة العامة يعني ذولة اللي أنت تتحدث عنهم اللي أنت تعتبرهم أثيبة بالجيش العراقي يمثلون القيادة العامة للقوات المسلحة يرسمون خطط التستيح يرسمون خطط التدريب يرسمون خطط التعبية هذولة بمعيتك ومعية القادمة تبار الضباط نحسبوا على صدام واستبعدوهم يعني قليل من عد يعني نحن ممكن نرجع أن اللي نحن كنا برتب كبيرة أنا هم كنت لواركن بالجيش السابق رجعوا عبود غنبار حسين العوادي عثمان محسن عبد الحسن لازم لا عثمان كان عميد ركن عميد ركن أربعة خمسة يعني ذولة اللي كانوا برتب تلواركن قبل حتى يعني أكوب كل النوم بثنين ثلاثة يعني كلهم ما بهم عشرة اللي هم كانوا برتب تلواركن وشاغلين مناصب قيادية يعني أنت مثل واحد واصل الحد مدير أو قائد وتترجع للجيش هذا تدري موضوع الجيش راح أقول لك شهر الله رجعوا ضباط مثلا طالع من الخدمة بالثمانينات تارك الخدمة 15 سنة ورجعوا صحيح هو قديم أقدم من عدنة بس ما عنده لديك القبراء يعني تدري الجيش الرادل لازم تظل أنت تديم نفسك يعني بثقافة عسكرية بقراءة بأجهزة بمعدات الآن إذا تقارن الجيش العراقي بمستوى دول المنطقة على أقل تقدير يعني دول الجوار هس أشوف راح أقول لك نزل تقرير قبل فترة الجيش العراقي طبعا تقرير أمريكي مو عراقي الجيش العراقي تسلسل وصار 34 كان 57 قبل سنة على مستوى العالم على مستوى العالم وتسلسلوا على الوطن العربي أربعة يعني أول جيش هو المصري وتيجي وراها السعودية وراها الجزائر وراها العراق إحنا كموارد بشرية حجم الجيش زين يعني قدرات ملابعس بها بس مو يعني بصراحة مو مستوى الطمو مو مستوى الطمو بس أنا أقول لك إن شاء الله تطور بس يراد همي يراد لها موازنات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة